اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين في ظل توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا قد عززت مكانتها المتميزة بين الدول الشقيقة والصديقة بالتزامها بالنهج القائم على تعزيز التعاون الإيجابي الذي يعود بالمصالح المشتركة والعمل من أجل السلام والتنمية جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر رفاع اليوم سعادة الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة بمناسبة تعينه سفيرا لمملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث هنأه بالثقة الملكية السامية معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الدبلوماسية الجديدة والعمل على تعزيز وترسيخ علاقات البلدين الصديقين القائمة على التنسيق والتعاون خدمة للمصالح المشتركة وأشاد سموه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مختلف المجالات منوها بأهمية البناء عليها من خلال مزيد من التعاون الثنائي الذي يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالنماء والازدهار من جانبه أعرب سعادة السفير الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه سموه من توجهات سديدة ستكون له عونا في أداء مهمته الدبلوماسية ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر